اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية سعدت المستشار عبد الله بن حسن بن أحمد البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعدت المستشار معصوم عبد الرسول عيسى الوكيل بمحكمة التمييز حيث أديا اليمين القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينهما في منصبيهما الجديدين كما استقبل جلالته المستشار نواف عبد الله عبد العزيز حمزة رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني والمستشار محمد أحمد علي مقبل نائب رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينهما حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان على هذه الثقة الملكية السامية التي منحهم إياها جلالته مؤكدين أنهم سيبدلون قصار جهدهم لحمل هذه المسؤولية وخدمة البحرين وشعبها وقد هنأهم جلالته حفظه الله وأشاد بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القضائي والتشريعي متمنيا لهم التوفيق والسدادة في أداء مسؤوليتهم الوطنية وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود المخلصة التي يوالي بذلها عضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم التي ترمي إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض المملكة وأثناء جلالة الملك المفدى خلال اللقاء للتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته خاصة وأن البحرين تمتلك تاريخا عريقا في مجال القضاء وأكد جلالته أن المملكة تحرص دائما على تطوير أجهزتها ومؤسساتها المختلفة ودعمها بالكوادر والكفاءات الوطنية التي أثبتت ريادتها في جميع الميادين خدمة للمجتمع البحريني وأفراده مؤكدا أن عجلة تنمية الوطنية المستدامة بإذنه تعالى بفضل تكاتف السلطات الثلاث وتعاونها لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات مشيدا بالجهود التي يبدلها أبناء البحرين وتفانيهم من أجل تقدم ورفعات وطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر